بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد اللهم صلي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين اللهم آمين يقول الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أدعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعددين صدق الله العظيم جوهرة اليوم هي هذه الآية الكريمة هذه الآية الكريمة اللي وردت في سورة الأعراف هذه الآية اللي بتحمل الإشارة إلى آداب الدعاء على جهة الإجمال يعني ما فيش تفصيل بذكر كل آداب الدعاء لكن جاءت هنا في الآية أخطر يعني آداب الدعاء والأخطر الأحكام الخاصة بفقه الدعاء وهي عدم لاعتداء في الدعاء فجاءت هنا على جهة الإجمال في الآية الكريمة ولكن في السنة النبوية المطهرة تفصيل وبيان وتوضيح لآداب الدعاء كما سنرى من أداب الدعاء المهمة حتى يكون الدعاء الذي يدعو به الإنسان ربه أرجى في قبوله ويتكون بذلك أقرب إلى مراد الله تعالى إن الإنسان الذي يريد أن يكون دعاءه مستجاب لازم يكون مطعامه حلال يعني بياكل الحلال الطيب لا يستبيح المحرمات ولا يستبيح المال الحرام كما ورد في حديث سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام لما قال صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل الصفر أشعث أغبر يعني بيسفر كتير بقى بيسفر يروح عمرة وحجة على طول بيسفر عشان يروح يأكل المساكين ويعمل معرفش كذا ويعمل أعمال خير هو قدام الناس من كتر السفر مجهد هي صورة النبي عليه الصلاة والسلام بيوضح بيها أن الإنسان أحيانا هناك بعض من الناس بتغش نفسه فبيقول الرجل يطيل الصفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا رب يا رب بيسأل ربنا يدعو الله والنبي بيقول ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب لذلك كل صورة فيها أخذ الإنسان ما ليس بحقه هو من باب أكل الحرام زي احتكار أقوات الناس مثلا ده شيء محرم وربح محرم وده إنذر للتجار اللي بتستبيح احتكار أقوات الناس وتعمل أزمات وتغلي في أسعار الأشياء ده إذاء للناس الإرش الحرام ده يدخل على الإرش الحلال يكنسه لأن الحرام يدخل على الحلال يبعثرة والحلال يدخل على الحلال يكسر من ذلك الحلال من الصور كمان اللي هي أكل مال حرام أكل الميراس إن إحنا ناكل حق بعض في الميراس ده من قبيل أكل أموال الناس بالباطل وإدخال المال الحرام على ما يملك أو إن الإنسان يعيش بذلك بيبقى مطعمه وملبسه وكل شيء حرام عدم إتقان الأعمال من باب إدخال الإنسان نفسه في الحرام برضو لأن أنا وأنا بعمل الحاجة ما فيش رقيب في كل لحظة لكن الرقيب علي من البشر يعني لكن الرقيب الدائم هو الله سبحانه وتعالى فإذا أنا بعمل الحاجة وبغش يبقى أنا لا أتقن العمل أدخلت نفسي في دائرة الحرام وخالط المال اللي عندي ده الحرام بالحلال الغش الرشوة السرقة كل ده وغيره من أكل الحرام فليحضر الإنسان لذا قال صلى الله عليه وسلم لسيدنا سعد بن أبي وقاص لما سيدنا سعد سأل النبي وقال له أدعو الله لي أن أكون مستجاب الدعوة فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة لازم يبقى رزق الإنسان حلال وأن يطعم الإنسان كمان مما أحله الله تعالى عشان لما يرفع إيدي ويسأل الله تجاب دعوة ذلك الإنسان النبي بيقول له يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة دي رسالة لكل إنسان بيستسهل الحرام تكون في مكان أو في منصب أو في وضع وبعدين تستغل ده وتستهين بالمال العام وتاخد وتحابي وتجامل وتجامل نفسك وتدخل حرام على المال اللي عندك لو كان حلال حيكنسه لو كان حرام حتب أولى به أولى بصاحبها النار يوم القيامة النبي قال لسيدنا سعد يا سعد أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة والذي نفسي بيده أن الرجل لا يقضف باللقمة الحرام في جوفه ما يتقبل منه أربعين يوم وأيما لحم النبت من السحة والربا بيستسهل أكل الحرام ما عندوش رادع النار أولى به كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام من أداب الدعاء المهمة واللي أشارت إليها الآية الكريمة عدم الاعتداء في الدعاء ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن ذلك لما أمرنا أدعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين المعتدين يعني المجاوزين لما أمروا به في الدعاء يعني جاوزت الحد الذي يجب أن تلتزم به في أداءك لهذه العبادة عبادة الدعاء فيجي الإنسان نفسه مثلا يدع على نفسه مش عجبه مثلا أحوال معينة فيقوم يتصرع ويدع على نفسه ابنها يدعي هتقوم تدعي عليه جزء تخاصم جزء ولا تحصل فيه مشكلة تدعي عليه وتستسهل الأمر ده ولا هو أمراتهم دايقاء فيعمل هذا الأمر اللي جاء النهي الصريح عنه في الوحي الشريف يدعي على ماله ويدعي على خدمه ما يبقاش الإنسان عنده صبر لابد إن الإنسان يكون صبور في كل ذلك لأن النبي عليه الصلاة والسلام ألا تدعوا على أنفسكم ولا تدعوا على أولادكم ولا تدعوا على أموالكم ولا تدعوا على خدمكم فتوافقوا ساعة يعني نيل فيها عطاء فيستجاب لكم كذلك من أداب الدعاء اللي هو عدم الاعتداء في الدعاء إن الإنسان ما يسئش الأدب مع مولاه مش حصل لك شيء أو موقف تقول لي يا رب ليه حصل فيه كده يا رب أنا عايز وعايز فده إساءة أدب في الدعاء لابد الإنسان يتأدب حين الطلب وحنشوف ده في أدعية كثيرة في القرآن إزاي القرآن بيعلمنا ندعو الله سبحانه وتعالى سواء بالتوجيه المباشر أو من خلال أدعية الأنبياء الكرام ومن دواعي إجابة الدعاء أن يدعو الإنسان في حل اضطرار يعني لما يكون الإنسان في محنة شديدة حلت الإنسان بتكون أدعى لقبول دعائه لما تكون في محنة لما تكون في شدة لأنه من الذي يغيث المضطر إلا الله سبحانه وتعالى اضطرار العبد ده من أسباب استجابة دعائه زي ما علمنا ربنا سبحانه وتعالى أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون الله سبحانه وتعالى هو وحده المدعو عند الشدائد المرجو جل جلال الله عند النوازل لا إله إلا هو فالإنسان يستغل هذه المواقف مش بالضجر وبالزعل لا موقات الشدة بكثرة الدعاء ومن الحالات كذلك التي أخبرنا عنها الشرع الشريف إنت يعني اختيار الأوقات الشريفة والأحوال الشريفة ليه الدعاء زي الإنسان وإحنا في عبادة الصيام أثناء الصيام وإحنا عرفنا من كلام النبي عيسى والسلام أن ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم من ضمنها الصائم حتى يفتح فأثناء الصيام ندعو وعند إفطار الصائم ندعو ووقت السحر ندعو وعقب الصلوات المفروضة كما أخبرنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام أي الدعاء أسمع يعني يكون أرجى للقبول قال جوف جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات يعني بتسئل النبي عليه الصلاة والسلام أي وقت للدعاء بيكون أقرب وأرجى في الإجابة قال صلى الله عليه وسلم جوف الليل الآخر يعني في وسط النصف الآخر من الليل ودبراء الصلوات المكتوبات يعني الدعاء آخر الصلوات الفرائد فذهب بعض أهل العلم وقالوا الدبر في الصلاة هو آخرها بعد التشهد يعني بعد الانتهاء من التشهد تدعو وقبل التسليم وقال البعض الآخر من الفقهاء المعنى هنا مقصود ببعد التسليم سواء ستدعو الله بعد التشهد وقبل التسليم أو تدعوه بعد التسليم هي من الأزمنة والأوقات برضو الشريفة اللي الإنسان يتوجه بها إلى مولاه بالدعاء يسأله من خير الدنيا والآخرة لإنك بتأدي عبادة كمان من الأوقات الشريفة اللي بتكون أرجى بقبول الدعاء لما تسمع الأزان بين الأزان وبين الإقامة عند نزول المطر وانت مسافر مع مجهود السفر وكده وانتقال الإنسان من حال من مكان إلى مكان بيبقى أرجى في قبول دعائه كمان الدعاء في الأماكن الشريفة والبقاعة الطيبة المباركة المقدسة مكة المدينة وغيرها القدس الشريف وأيضا الإنسان يكثر من الدعاء في السجود كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثروا الدعاء فقمن أن يستجاب لكم يعني جدير وحري أن يستجاب لمن دعى ربه في سجوده لأن الحالة دي حالة شريفة كمان من أوقات إجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وعند الوجل ورقة القلب لما تحس كده أنك حابب تذكر حابب تدعو الله سبحانه وتعالى في ميل للذكر وعندك كده رقة في قلبك مع الذكر ده حال تستغله على طول العبرة بالأزمنة والأماكن مش ذات الأزمنة والأماكن إنما هي أحوال أنت بتكون فيها لأنه إما أنت عايش في وعاء زماني ومكاني فالعبرة حقيقتها مش بالوعاء الزماني والمكان أنت أيها الداعي الذي يدعو ربه لما بتكون في مكان مقدس بيهيئك إنك تكون أكثر خشوعا لما تكون في زمان شريف زي شهر رمضان يوم عرفة ليلة القدر العشر الأول من شهر دي الحجة الليالي العشر وغيرها من يوم الجمعة الزمان الشريف والمكان الشريف والحال الشريف بيخليك أكثر خشوع فالعبرة في خشوعك وخضوعك وتذللك بين يدي مولاك ولا ننسى أبدا إن إحنا لما نبدأ أي دعاء نبدأ الدعاء بحمد الله والثناء على الله تعالى والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام الواسطة العظمى في وصول كل خير إلينا ده من باب الوفاء وتدعو بما تشاء من خير الدنيا والآخرة واختم الدعاء بنفس الحال بالحمد والثناء والتمجيد والصلاة والسلام على سيد الأنام صلى الله عليه وسلم الله أكرم أن يرد ما بينهما الدعاء اللي انت حتبتدي كده وتختمه كده تبتدي بحمد الله والثناء عليه والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وتختم الدعاء كذلك بهذا الأدب وهذا الأدب الراقي في الدعاء لن يرد هذا الدعاء بإذن الله وتيسيره ومن أداب الدعاء ومن موجبات الإجابة ترفع إديك اسألوا الله ببطوني أكفكم أرفع إديه بالدعاء إلى الله تعالى ولما أدعو وأنتهي من دعائي أمسح بهم وجهي عقب الانتهاء من الدعاء وورد مسح الوجه من طرق عدة وكثيرة ولما الإنسان يدعو بالخير للغير في حد أنا عايزة أدعو له أبدأ بنفسي الأول لأن ده هدي تعلمناه من سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فكان إذا أراد أن يدعو بالخير للغير أن يدعو بشيء يبدأ بنفسه ثم يبدأ بغيره وكذلك ثم بعد ذلك يتبعه بالدعاء لمن شاء وهدي القرآن الكريم أرشدنا إلى ذلك كما في قول الله تعالى ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان فالإنسان يبدأ بالدعاء لنفسه بالخير ثم ينتقل إلى الدعاء إلى من يشاء ومن يريد من الأهلم الأصدقاء من الأولاد اتباعا للهدي الكريم وفي الختام لا ننسى أن ندعو الله تعالى ونسأله بأسمائه الحسنة وصفاته العلا فهو القائل جل جلاله ولله الأسماء الحسنة فدعوه بها صدق الله العظيم ترجمة نانسي قنقر